وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا ولكن أكثر الناس لا يعلمون وهذه ساية تقول هاي جوزوا درب الدفء والرقف يوم العيد وما هي ذوابت ذلك الجواب الإنسان في يوم العيد يتجنب جميع المنكرات لأن في رمضان هو يتجنب لجميع المنكرات إذا كان يوم العيد فإنه يعمل الأعمال الصالحة في يوم العيد يعني مثل يحرص على الصلاة أولا يخرج زكاة الفطر قبل الصلاة وبعدين يحرص على أداء الصلاة أما ضرب الدفء بالنسبة للنساء إذا كان ما يترتب عليه مفسدة فلا مانع منه لكن لا بد أن يكون يعني ما يحصل فيه مفسدة لأن كثير من البلدان عندما يحصل ضرب الدفء من النساء يجزمع الرجال مع النساء ويحصل يعني مفاسد عظيمة فإذا أمنت النفس دا وكان الأمر بين النساء ما في مانع هذا هو الجواب عن السؤال لكن لذرب الدفء أو بالطبل ترجمة نانسي قنقر